بالتعاون مع مركز مو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي أكدت شركة ألمنيوم البحرين ألبا التزامها بإحراز التقدم في عملياتها التشغيلية عبر توظيف الذكاء الاصطناعي نعم وجاء هذا بعد الإعلان عن اكتمال أحد المشاريع المشتركة مع مركز الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي والذي يوظف الذكاء الاصطناعي في تقنية فريدة تعمل على توقع كثافة الأنود الرطب وصنعت بأياد بحرينيح الذكاء الاصطناعي وسيلة يستعان بها لإيجاد السبل المبتكرة في تسيير الأعمال حرصت شركة ألبا على توظيفها في تقنية فريدة تعمل على توقع كثافة الأنود الرطب بالتعاون مع مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي وصمم هذا البرنامج محليا بأياد بحرينية شابة اليوم لدينا أكثر من 25 جهة داخل وخارج المبتكرة البحرين نعمل معهم على تحويل البناء التحتية لهذه المؤسسات إلى بناء ذكية داعمة لعمل المؤسسة بكل جودة وكفاءة ونظيف ميزة تنافسية لهذه المؤسسات تتمثل في تغنيات الذكاء الصناعي وتعلم الآلة وغيرها ومتطلبات عصر الثورة الصناعية الرابعة الأنود هو عبارة عن قالب كربوني يعجزاً رئيسياً في عمليات صنع الألمنيوم حيث أنه يمثل القطب الموجب لتوصيل الطاقة الكروائية في خلايا الصهر بالشركة ويساعد هذا المشروع في تعزيز الكفاءة الإنتاجية ورفع مستوى الجودة في عملية الإنتاج مما يساهم على تقليل نسبة الأنودات الغير مطابقة للمواصفات واللي بالفعل يؤدي إلى توفير في الجهد وفي استخدام المواد الخام بالطريقة الأمثل وبالطبع هذا يؤدي كلها إلى تقليل تكلفة في الإنتاج ويتضمن هذا المشروع نموذجاً صمم باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوقع كثافة الأنود الرطب بناء على عدد من العوامل المرتبطة بهذه العملية كما يوفر لوحة بيانات تتيح لمستخدمي البرنامج إدخال بيانات المعايير المرتبطة بالعملية مما يساعد المستخدمين على الاستفادة القصوى والوصول لمستويات الكثافة المطلوبة في قوالب الأنود الرطب نحن نعمل على ذكاء الصناعي في الثورة الصناعية الرابعة وهي أهم عوامل تطوير الصناعة في البحرين في نفط والغاز وبالأخص في الألمنيوم وأنود الرطب طبعاً البدايات والأهمية في الدقة في المخرجات من الأمور في السابق هاي كان يعمل في المصانع بشكل فردي واليوم عن طريق الذكاء الاصطناعي وصلنا لدقة أكثر من 99.3 في هالموضوع ويسعى المركز بمشاريعه أن يكون أحد روافد منظومة الذكاء الاصطناعي بالمملكة لتسريع وترة الرقمنة والانطلاق نحو أفق وعدة في الاقتصاد القائم على المعرفة في ظل أهداف رؤية البحرين 2030 يستمر مركز سمو الشيخ ناصر للبحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي الدراع البحثي لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني على رفض المؤسسات في القطاعين العام والخاص بأنظمة وتقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي التي تعزز من عمل المؤسسات ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين